طيب اللي قبل الأخيري هنا يمكن شوي محتاج يعني نشرحها أكثر للمشاهد في آية بتقول أذكر امرأة لوت هيك الآية تقول أذكر امرأة لوت وانت هون كاتب والتردد في القرارات المصرية الآية أذكر امرأة لوت العنوان بتاعي أذكر امرأة لوت التي ترددت في القرارات المصرية هنا بذكرها بقى عشان تكون عبرة أصلي حضرتك الواحد مفروض يتذكر حاجات أو يتذكر أو يشوف أشخاص عشان يكونوا لي قدوة وتذكر أمور تاني عشان تكون عبرة التعليم في الحياة بسلاثة طرق فكرة نظر الآن إمة بالقدوة إمة بالعبرة لإمة بالاختبار يعني في واحد شوف واحد طقيقي يتعلم منه خلاص في واحد يشوف امرأة لوت يتحضر منه خلاص إما كانش بقى طيب تعلم بقى بالاختبار أنت مسمحتش النصيحة طيب اختبر بقى وتزل ويعرف أن كان مفروض تاخد النصيحة هنا بقى أنا هأذكر امرأة لوت لأن امرأة لوت جعلة عبرة ما لها امرأة لوت دي كانت مترددة في القرارات الحتمية ربنا الناوي يحرق صدوم وعمور يلا طلع بسرعة وهي نازلة تلم في الشنط وتلم في الحاجات لغاية ما الملكين اللي ربنا بعاتهم عشان ينقذ لوت ومراته وبنتينه مسكوا بديهم وعقلوهم وهي تقول له يا لوت البيت بتاعنا يا لوت يقول له حيتحرق يا لوت العربية البيئة مدابلة يا لوت طيب كشف يعلمهم يعني الجمل الجمل التلاجة بتاعت الحاجات الحلل بتاعتني يلتني جبتها معاها يا لوت يا ستي انفد بجلدك يا ستي احنا كله دا حيتحرق وبما بيقول لصبطرس بما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكون انفد بجلدك قلت لي لا أنا قلبي في سدوم لحت بجسدي من سدوم بس أقول لك الصراحة ما نفصلتش عن سدوم أنا قلبي متعلق بسدوم قلت أوعد بص الورا خلاص كله دا فاني أهم حاجة احنا هنخلص كما بنار ننفد بجلدنا كفاية الأيام اللي عشناها غلط في سدوم خلينا نطلع من سدوم وحريق سدوم وخطيته وشرور سدوم قلت له لا سدوم يا عمو سدوم يا لود أنا بحب سدوم يا لود إيه دا دا الفستان الجديد اللي جبتهول يا سدوم يا لود مجبتهوش معايا أروح أجيبه تجيبي مين يا عمو تجيبي مين يا أخت دا حيتحرب النار دا لا بأكيد دا قلت لأ بس التايير الجديد تلفستان الجديد الله دا كان خالي جدا جدا دا كان ماركته جاب شاب ايه أروح أجيبه ألا ما تجيبوه رحت بصت الورا صارت عمو فأنا أذكره امرأة لوت والتردد في القرارات المصيرية واللي ذكر هاي الآية الرب يسوع له كل المجد يعني في الصياق الحديث إنه بحذرنا منها وشايف آية وحدها يعني اللوقة 17 آية 32 بس كده اذكره امرأة لوت يعني عبرة بدون شرح خلاص خلاص موجود شرح بتاعها جاي بعد كده اذكره امرأة لوت من طلب أن يخلص نفسه يهلكها ومن أهلكها هو يهيها يعني أنا أخلص نفسي فيه نار فيه نار جاية هتحرق العالم كله فبنقول لك اوه الرب من النار اذكره امرأة لوت فيه قرارات ما هياش مصري أفرض أنا يعني قدامي شغلانة وقدامي وظيفة وتردد تضيع 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 عربية كويسة ها أخدها أشتريها ما اشتريهاش أتردد ها أشتريها يقولك لا خلاص بيعناها معلش بيت معروض وسعره كويس متردد اه لا نشتريه لا ده كويس لا وحش طب ستنى منشور فلان اه أسبوع أسبوعين طب خاص حنشتريه ها ضاع البيت معلش يتعوض لكن القرارات المصرية الهروب من النار ده ما ينفعش فيه تردد لكن ينفع فيه قرار من كل القلب تطلبونني فتجدونني استطلبونني بكل قلبكم زر رأي الممكن تحفظه سالما سالما لأنه عليك متوكل بالنسبة للقرارات المصرية بنقول للمشاهد اذكر امرأة لوت والتردد في القرارات المصيرية